مشاهدين موجز الأهم الأخبار مع منا شكرا شازلي التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السبعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ببدء إنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لدويل قدراتي الخاصة بالتعاون مع الشركات الأجنبية العريقة في هذا المجال وخلال اجتماعه برئيس الوزراء وعدد من المسؤولين وجه الرئيس السيسي بالتوسع في تهيئة مرافق الدولة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للأقواد العالمية في هذا المجال وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه كذلك بالاهتمام بتأهيل الكوادر البشرية وتدقيق قواعد البيانات الخاصة بأعداد المستفيدين وحجم الطلب المحلي وبحث فرص إشراك القطع الخاص المصري من ذوي الخبرة في هذا المجال انعقد الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري ونظيريه اليوناني والقبرصي وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة بنيويورك وفي بيان للخارجية أشار إلى أن الاجتماع أعاد التأكيد على قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع القاهرة وأثينا ونيقوسيا في جميع المجالات وعلى كافة الأصعيدة وعلى ما أصبحت تمثله آلية التعاون الثلاثي بين البلدان الثلاثة من محور أساسي لسياستها الخارجية خاصة في التوقيت الراهن الحافل بالمستجدات الإقليمية والدولية والتحديات غير المسبوقة أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية مواصلة دفع العلاقات الثنائية بين مصر والمجر لا سيما فيما يتعلق بالشق الاقتصادي وخلال لقائه وزير الخارجية والتجارة المجرية على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة عرض شكري الفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار في مصر كما تم الإعراب عن التطلع لعقد الدورة الرابعة لللجنة الاقتصادية المصرية المجرية في بوداباست خلال الفترة القادمة أكد وزير الخارجية سامح شكري على اقتناع مصر بضرورة تعزيز الشراكات الدولية في مجال التنمية ومراجعة آليات التعاون الدولي على نحو يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وخلال مشاركته في الاجتماع الوزري لمجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية الذي عقد برئاسة وزير الخارجية الصينية على هامش أعمال دورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أكد شكري حرص مصر على تضمين رؤى ومواقف وتطلعات الدول النامية في أجندة عمل مؤتمر المناخ المقبل على نحو يعكس الحاجة الملحة لتنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها إلى واقع ملموس قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي أن الوضع على خط المواجهة مع القوات الروسية يظهر وبوضوح أن زمام المبادرة مع أوكرانيا على خط المواجهة أدلا زيلنسكي بهذا التصريح بعد يوم واحد من إعلان القادة الذي نعينتهم روسيا في أربع مناطق أوكرانية عن خطط لإجراء استفتاءات حول الانضمام إلى روسيا وهي قطوة يمكن أن تساعد الحرب بشدة اتفق رئيس وزراء أوكرانيا دانس شميهايل مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جوجيفا على بدء عمل بعثة للصندوق على برنامج خاص جديد مع أوكرانيا في أكتوبر المقبل جاء ذلك خلال لقائهما في نيويورك حيث تحدث رئيس الوزراء الأوكراني عن التدابير الرامية إلى استقرار الوضع الاقتصادي المحلي في أوكرانيا وانتقال الاقتصاد في وقت الحرب وتقديم ميزانية الدولة لعام 2023 إلى البرلمان في الوقت المناسب اقترح أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي أن تستخدم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات ثانوية على البنوك الدولية لتعزيز سقفل لسعر الصرف في النفط الروسي وفي بيان أعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي عن إطار عمل لتشريع لفرض العقوبات الثانوية التي من شأنها أن تستهدف المؤسسات المالية المشاركة في تمويل التجارة والتأمين والسمصرة في النفط والمنتجات البيترولية الروسية التي تباع بأسعار تتجاوز الحد الاقتصادي الأقصى عفوا رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن الدبلوماسية المخضرمة لينتريسي لتولي منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى روسيا بعد تقاعد السفير الحالي جون سوليفان وتجعل تريسي حاليا منصب السفيرة الأمريكية لدى أرمينيا وينبغي أن يوافق مجلس الشيوخ على تعيينها في موسكو نهاية موجز التساع عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة